اشتركوا في القناة وعطانا جسد قدامه عشان نسبة فيه اليوم المسيح بيحط مفاجآت كتيرة جدا قدام التلاميذ والكنيسة بيحطلنا بوضوح قدام عينينا قد ايه هو بيحبنا من خلال الاحداث الكتيرة اللي بتدور خلال اليوم اليوم بيبتدي بالساعات الاولى اللي فيها بيتم الاعداد للفسح والفسح زي ما حضراتكم عارفين ده حصل في العهد القديم لما كان شعب اسرائيل تحت عبودية فرعون فعشان ربنا يخرجوا من مصر من العبودية اللي كان فيها ضرب مصر بعشرة ضربات قوية جدا تدل على عظمته وتدل على زراعه الرفيعة وبعدين الضربة الاخيرة كانت ضربة موت الابكار فنزل الملاك المهلك عشان يقتل الابكار والملاك المهلك وهو نازل عد على كل البيوت ما عدا البيوت شعب اسرائيل ليه لان كان طلب منهم ربنا يحطوا دم الخروف اللي اتدبح دم الخروف ده على الباب فيعدي الملاك المهلك ويعبر من غير ما يضر اهل البيت الحقيقة طلب منهم ربنا انهم يكلوا هذا الخروف يكلوا الفصح وينجوا بدمه ودي كانت اشارة للذبيحة بتاعت المسيح على الصليب ان احنا نجينا بدمه فالساعات الاولى من يوم الخميس بتتكلم على الاعداد للفصح وفي النص عمالة تحطنا اشارات للعمل المسيح يوم خميسة العهد النفس فالساعات الاولى من يوم الخميس بتتكلم على الاعداد للفصح وعمالة كنيسة تفهمنا وتقربنا شوية بشوية للعمل العظيم جدا اللي عمله المسيح الحقيقة ان ترتيب ربنا العجيب ان يكون من ضمن صلوات الفصح ومن ضمن التقوص بتاعته ان يكون فيه خبز وخمر والمسيح فاجئ التلاميذ وهو بيأكل معاهم الخبز والخمر اثناء العشاء بتاع الفصح انه بيقدمهم الخبز والخمر ده بيقولهم خدوا كله هذا هو جسدي وخدوا كله هذا هو دمي وبكلمة المسيح دي صار فعلا الخبز ده جسد المسيح وصار فعلا الخمر ده دم المسيح وقال لهم كده قديني بكسر جسدي قدامكم مسك الخبز وكسره بكسره بقردتي لان انا داخل على الصليب بقردتي وتاكلوا جسدي ودمي تتحدوا بي الحقيقة دي مش كانت اول مرة ما كانتش دي اول مرة المسيح بيكلمهم عن الموضوع ده لما نرجع كده لانجيل يوحنة الاصحاح السادس نلاقيه في يوم الايام كان بيكلمهم انتهى الوضوح ان هذا هو الخبز النازل من السماء هذا هو الخبز اللي بيعطي الحياة زي ما ان القاب حي وانا حي بالقاب من يأكلني يحيا بي فبيقولهم مسيح ان في يوم الايام نحديكو خبز والخبز ده هو جسدي الخبز الذي انا اعطي هو جسدي فبيدي يقولهم النهاردة بقى في اليوم الاخراني في قعدته معهم يعني قالهم على الكلام ده في يوحنة ستة النهاردة بقى في الخميس العهد في اللقاء الاخير مع التلاميذ بيديهم بقى الجسد اللي هو كان كلمهم عنه قبل كده فبيديهم عشان الكنيسة تتحت بيوته بقى سبتة فيه من يأكل جسدي يشرب دمي يثبت فيه من يأكل جسدي يشرب دمي فلو حياة أبدية من لا يأكل جسدي ولا يشرب دمي فليست له حياة أبدية موضوع خطير جدا 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 من ضمن احداث خميس العهد كمان ان المسيح فاجئ التلاميذ برضو انه قام وقلع هدومه قال على الرداء اللي برا ده واتذر او ربط وسطه بفوطة بمئذرة ورح نازل وغسل أرجل التلاميذ طبعا التلاميذ تخضوا ازاي المعلم بتاعهم بينزل تحت رجليهم وكأنه عبد بيخسر رجليهم كلهم بوترس امتنع لكن المسيح قال له لو ما غسلت لكش رجليك مش هيكون ليك معايا نصيب وبعد اما اتم عملية الغسيل قام ولبس هدومه ووقف قدامهم كده قالهم طبع انتم مستغربين انا بعمل كده ليه لكن انا بعمل كده عشان يبقى فيه مبدأ فيه مبدأ اذا كنت وانا السيد غسلت ارجلكم فانتم يجب عليكم ان يخسل بعضكم ارجل بعض ومن اراد فيكم ان يكون اولا يكون خادما للكل وده المبدأ اللي ربنا زرعه في كنسته مبدأ سماوي طبعا ما فيش اي ثقافة او اي فكر في اي حتة بيقول حاجة زي كده ده المبدأ الالهي ان المسيح نفسه لما جاه لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية لاجل كثيرين ويضعها المسيح عمليا للمسيح لما بيقول حاجة بيعملها هو الاول الكنيسة بقى تاخد الحدث اللي عمله المسيح ده مع التلاميذ وتخلينا احنا كمان نتمتع بغسيل الارجل زيهم بالظبط فتعمل حاجة اسمها صلاة الاقام صلاة جميلة جدا منجيب فيها ميا ونقعد نصلي وابونا في اخر الصلاة بيرشم الصليب على الميا دي فيعطي الروح القدس للميا دي قوة كبيرة جدا لتطهير الانسان ضد اعمال الشياطين وتعطي بركة لكل اللي هيتغسل رجليهم بيها وتقوى في الكنيسة كده ممثلة في ابونا اللي موجود اللي بيصلي كأنه كده قاعد ياخد ابونا الكبير بتاع الكنيسة ياخد الفوطة ويربط وسطه ويقعد كده على الارض ويخسل ارجل الشعب يخسل ارجل الشعب زي ما المسيح عمل مع التلاميذ عشان تفضل الصورة دي موجودة قدامنا على طول وما تروحش ابدا بعد ما انتهى المسيح من الاعمال الكبيرة اللي عملها دي يقول له كده بعد ما اكلوا سبحوا وشكروا ربنا جدا 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 وبعدين طلعوا على البستان الاسم البستان جاسيماني البستان ده المسيح كان متعود يقعد فيه طلع يصلي اخد التلاميذ معايا وبعدين طلب كده ان بطرس يعوبه يحنى يدخله معاه في البستان لجوه شوية واحد يصلي ويتكلم مع الاب يتكلم معاه على انه حيطيعه وحيسمع كلامه للاخر قال كده ايه قال له كده ان امكن ان تعبر هذه الكأس لكن لتاكن لا مشيئتي بل مشيئتك انت ولا اردتي انا بل اردتك انت فيحمل المسيح كل الامنا كل خطيانا ويدخل على الصليب من اجل نجاتنا حتى ان القديس بوليس الرسول قال ليه ان المسيح لم يردي نفسه لم يردي نفسه هو لو كالله يعمل كده ليه لكن لم يردي نفسه لانه كان عايز ينقذنا احنا ابتدى يتكلم مع التلاميذ كلام عجيب جدا 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 تجيبهلنا الكنيسة في الساعات الاولى الساعة الاولى من ليلة الجمعة الليه تعتبر خميس بالليه هي تعتبر دي نفس الاحداث في حتى يوم الخميس لكن الساعة الاولى دي بتعمل فيها الكنيسة غريبة خالص واحنا بنتقدم في البسخة في الاول كنا بنقرأ انجيل واحد بس في كل ساعة بعد شوية بتدين نقرأ نفس الحدث من اربع اناجيل نيجي بقى عند الساعة الاولى من ليلة الجمعة اللي هي الخميس يعني بالليل بنبتدي نقرأ اربع اصححات من انجيل يوحنى ما معنى يعني الاربع اصححات دول يعني نقف كلنا ونقرأ اربع اصححات من انجيل يوحنى الاربع اصححات دول هم الحديث الاخير الحديث الوداعي اللي بيقوله المسيح للتلاميذ في اخر لحظات قبل تقدمه للألم في منتهى الجمال يعني احنا ما نعرفش ايه الصالح لينا احنا ما نعرفش نطلب من ربنا ايه لو حلمنا باي احلام لا يمكن ان نطلب اللي طلبوا المسيح من اجلنا في الحديث الوداعي في الكلام اللي هو قاله في الحديث الوداعي بيطلب للكنيسة سندة ومعونة وبركة واتحاد وامور تفوق التخيل لانه بيحبنا فبيقف المسيح الابن الوحيد يتكلم مع الاب ويقوله ايها الاب الذين اعطيتني انا علمتهم اسمك وعرفتهم بمحبتك وزي ما هم دلوقتي باعوا عارفين انك انت ارسلتني واني انا فيك وانت فيا واحنا واحد انا عايزهم يكونوا معانا انا عايزهم يتمتعوا بالسماء انا عايزك تحفظهم في اسمك احفظهم من الشرير مش هيطلعهم من العالم هيفضلوا في العالم لكن محفوظين من الشرير ما يقدرش يغلبهم ما يقدرش يجنبهم وقاعد المسيح يذكر امور اشجعك انك تقراها لانك لما تقراها هتعرف ان علاقتنا بالمسيح مش علاقة يعني ناس بمعلم ابدا ده الاله نفسه جاي الدين عطاية تفوق التخير دي من اهم الاحداث اللي موجودة في يوم خميس العهد الحديث الوداعي عايز يتقارب بعمق وعايز يتقارب باتضاع قلب عشان نشوف العطاية الكبيرة اللي ربنا اديها لولاد يقضي المسيح الليلة في الصلاة ويهوزة تنميزه اللي طلع من العشاء يرجع تاني وهو جايب معاه جند الهيكل وجايب معاه ناس من اليهود ويقبضوا على المسيح والمسيح يظهر لهم قوته وهما بيبضوا عليه لكنه بيسلم لهم نفسه بقراته لما جمسة قالوه فين المسيح قالوه انا هو وقعوا على الارض دي قوته الالهية لكنه هو قال لهم انا هو خدوني وسيبوا التلاميذ دول ومن اجل صلاته ما قدروش ان هم يضروا التلاميذ اخدوه وربطوه ومنقرأ بقى ومنسمع وبنشوف مع بعض في خلال حضورنا البسخة الساعات بتاعت المحاكمات الطويلة جدا اللي دخل فيها المسيح فعلا فعلا المسيح بيحبنا جدا احتمل كل هدي الالام من اجلنا دخل المسيح للالام بقراته زي ما قلنا هو كسر الخبز بقراته قبل ما يتعبد عليه وقبل ما يتصل عشان يقول لهم انا داخل بقراتي سلم نفسه للجند اللي جابهم يهوزة بقراته وقف قدام المحاكمات مش عارفين يلفقوله تهمة مش عارفين يلفقوله تهمة وقف قدام بيلاته وسأله انت بريق وقف قدام كل الناس معارفوش يمسكوا عليه اي حاجة لكنه داخل بقراته بيسلم نفسه للموت فتجيب لنا النبوات صورة جميلة جدا كده تقول لنا ايه الشعب كان في حرب موسى واقف على الجبل ويشوع تحت بيقود الشعب وحرب جديدة مع مليق وبعدين موسى يرفع ايده يصلي فيرفع ايده الاتنين يلمينه الشمال على شكل الصليب فطالما موسى رفع ايده الشعب بيغلب واول لما موسى يخلص الصلاة بينزل ايده كده فالشعب بدأت غلب فاللي كانوا مع موسى لحظوا فالتده يرفع موسى ادي تاني ويصلي الشعب يغلب فاللي مع موسى قرروا ان هما يسندوا اديه عشان يفضل موسى في وضع صلاة او في وضع صليب طول وقت الحرب وفعلا عملوا كده وسندوا اديه لحد ما تم الانتصار ونجى الشعب وغلبوا عمليق ايه الوضع اللي احنا شايفينه ده شايفينه وضع الصليب الصليب هو اللي غلب العدو تحت رجلينا وحتى الجزئية دي تنتهي بايه للرب حرب مع عمليق من دور الى دور يعني ربنا بصليبه ومن اجل انه هو صحق الشيطان هو يغلب عدو الخير تحت رجلينا واحنا متمسكين به هو ويبقى اي واحد فينا عايز ينتصر لازم يتشبه بالمنظر اللي احنا حكينا عليه دلوقتي يرفع ايده كده يرفع ايده على شكل صليب ويقف كده قدام ربنا يطلب المعونة والنجاة وربنا يسحق الشيطان تحت ارجل دي العطية الكبيرة جدا اللي عطاها ربنا لولاده ادينا جسده ودمه عشان نتحت به ادينا نحنا نقف على مثال الصليب نرفع عيدنا الى فوق ونصلي وناخد المعونة بتاعتنا ونغلب عدو الخير ادينا اعطايا ونعم كتيرة جدا نقرأ عنها في الحديث الوداعي في انجيل يوحنى لصحات اللي احنا بنقولها في الساعة الاولى من ليلة الجمعة امور كتيرة جدا 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 ربنا بيكشفهننا في يوم خميس العهد ربنا يعطينا كده ان احنا نتمتع بهذه البركات وندخل بقى على الجمعة العظيمة نشوف المسيح نفسه وهو متعلق على الصليب ومحبته الكبيرة وحضنه المتوح لإلهنا كل مجد وكل قرامة من الآن والأبدان موسيقى